أخمدت السورة قلتلكوا بين الثاء في الأولى والسين في الثانية مباراة ممتعة جدا ربما قلل منها شوية برج العرب وأرضيته اللي نتمنى أن يتم تداركها وإصلاحها سريعا لأنه بصراحة أرضية ملعب ما كانتش تليق أبدا بهذا الاستداد المهم جدا وأحد أهم استداد الكرة في مصر لكن في هذه المباراة يمكن التوقف عن طبعا يعني بيتلقى ضغط مباراة كتير جدا يعني حتى هذه المشكلة امتى هتعملوا الصيانة مباراة فيها معلق ومدرب ولقطة مهمة جدا وتفاصيل كتيرة المعلق كان على القناة الناقلة للبطولة الصديق العزيز علي محمد عيل الحقيقة أتحفنا بالتعليق رائع جدا وكسب المزيد من سيقة الجماهير الأولوية بالتحديد رغم أنه هو زمالكاوي بس هو رجل موضوعي رغم أنه علي محمد علي زمالكاوي زمالكاوي لعب كرة في نادي الزمالك لكنه وجه رسالة شديدة الوضوح ويمكن بعض المواقع كتبت شفت مقالة في أحد المواقع أنه علي محمد علي على ضرب الكبار وأنه ده الخط بتاع ميمي الشربيني ومحمد لطيف وحمدة إمامه ومحمود بك رحمة الله على الجميع وربنا يدي كابتن ميمي الشربيني الصحة والعافية لكن أنه يبقى عندنا معلق له هذه القيمة وهذه المكانة في قناة عربية ناقلة ويكون عنده هذا التأدير من جمهور الفريق المنافس وما أدركها بين الأهل والزمالك يحظى بثقة جماهير الأهل على هذا القدر فالمؤكد أننا قدام حد محترم قوي جدير جداً بكل كلمة بتتقالف حقه على السوشيال ميديا وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي علي محمد علي لخص مهمة المعلق ومسؤوليته أباش مهندس ولعله كان بيرسم الطريق للجميع المعلق مسؤوليته أن يقول الحقيقة المعلق مش من حقه يجذب ولا يزاي في التاريخ كان واضح جداً فيه ما هي دي مسؤولية هو أنت فرحتك أنك أنت الناس يسقف لك وبعدين تطلع كلامك مش مظبوط مش هو ده وهو الحقيقة شوف في أي حاجة وإنت بتشتغل لو حطيت في ذهنك مين اللي حيسقف لك مين اللي حيوعجب بيك مش هتبقى حقيقي ايوه مش هتبقى يعني راجل أصلي أو أصلي طبيعي مش هتبقى أنت هيبقى فيك حتة مفتعلة بتسعى من خلال أنك تكسب رضاء قطاع من الناس لكن أنت لما تقول بمصدقية وموضوعية وشفافية والتزام وعدم الجور على الحقائق الناس شوية بشوية هتحترمت جدا وتحطك في المكانة اللي مش محتاج للإفهات بقى عشان ايه توصل لقلوب الناس ما أنت ممكن توصل لقلوب الناس بإفهات وممكن توصل لقلوب الناس برصانة واحترام وإنك بتقدم الحقيقة والحقيقة المجردة وده اللي بينجح أكتر وبيعيش أكتر علي محمد علي حد مؤهل علميا عشان كده لما ياخد هذا الخط اللي بيعلي أسهمه بين المعلقين ويخلوه فعلا واحد من المجددين المطورين في رسالة التعليق الرياضي ويقول له هذه المكانة في قناعة عربية كبيرة نقل هذا الحدث الكبير ده مش من فراغ هو الراجل علي بالمناسبة كان قابل مني بدفعة كمان في كلية الإعلام خريج إعلام آه خريج إعلام في دفعة دفعته محمد نصر الدين ودفعته إبراهيم عيسى مجموعة كبيرة نجحت في المجال فهو حد مدرك جدا للرسالة بتاعته ما بيتكلمش من فراغ عشان كده فكرة الفصل ما بين أنا عجبني قوي أن أكتشف أن كلية الإعلام أحد الكليات القليلة أو إحدى الكليات القليلة اللي بيروحها أصحاب المواهب في هذا المجال يعني مش مجميع مش كلية مجميع فقط شوف الدفعة دي اللي فيها إبراهيم عيسى وكان علي محمد علي ومحمد نصر ومجموعة قبل منهم كمان ستة وتمانين تقريباً الدفعة اللي بتحكم الإعلام والصحافة في مصر يعني هو ده لما عمر أديم ياسر رزق إعماد حسين حمدي رزق كلهم إيبقى دولة كلهم إيبقى دولة يعني أدمنى ما نساش حد كلهم مواهب آه طبعاً كلهم مواهب صحيح يعني مش راحوا بحكم المجموع صحيح ولذلك عندما يتحصنوا تتحصن الموهبة والشغف بالعلم يكون المنتج نجاح صحيح فهو يدرك كويس قوي أنه التعليق الرياضي رسالة ورسالة شديدة الخصوصية كمان لأنه هو بيقدم رسالة بصوته مع صورة الناس شايفاها فالناس مش هتكذب عينيها إزاي يقدر يجمع الأذن مع العين في توافق واحد إزاي يقدر ما يخليكش تكذب الصورة اللي انت شايفها وإزاي يدي لك خدمة مضافة على البعد البصر اللي انت شايفه كمان عنده مسؤولية تانية بيرعيها كويس قوي أنا ملاحظه أنه عارف طبيعة المتلق بتاعه أنت بتتكلم على جمهور الأهلي جمهورك اللي بيتفرج عليك في مباراة الأهلي والثورة جمهور في الغالب أهلاوي فمش من مصلحتك أنت خاصة ينقل لنقطة تانية مش بس طبيعة الرسالة طبيعة الوسيلة أنت في قناة تجارية في قناة تجارية مهمتها إرضاء الزبون اللي دافع فلوس عشان يتفرج عليك فأنت مش هدفع فلوس واشترك في هذه القناة واشتفز الجمهور دا عشان تتحمل تتحمل عليها واتديقني مش هدفع فلوس عشان تديقني ومش هروح أقعد على القهوة أدفع فلوس عشان تفرج على المطرات عشان تنرفزني فهنا هو مدرك لطبيعة الوسيلة وطبيعة الرسالة مش حد تجاري بس لا حد مسؤول فأتمنى كلام علي محمد علي يجد أزانا صغيا من كل واحد عايز ينجح في هذا المجال بنحييه عليه لكن كلام المعلق يقودنا إلى الكلام عن الفريق لأنه الأهلي قدم في هذه المباراة مرتقى إلى درجة إعجاب وإشادة وتقدير المعلق بل كل المعلقين والنقاد الرياضيين ترجمة نانسي قنقر